أبو فهد اليوم نعم قصة ما أدري وشلونها شلون لأنها إذا صارت بين الأزواج مشكلة هذا واحد الأزواج حياتهم كلها قصص قصص نعم وأحياناً يقولون الحياة يعني ما تزين يعني ما تعرف قيمة السكر إلا لما يعني تكون دقة المر نعم إذا دقت الملح إذا دقت الملح تعرف قيمة فيه سكر فيه اختلع اسم السكر أيوة نعم هذا سلم كالله راعي القصة يقول فيه واحدة من الناس كان دائماً هو يزوجته مشاكل شيل وحط شيل وحط حط وشيل ما يرنات خليه يرهي هدأ وهو ما يخليها تركض أبد كل ما شاهد شيء وراء تسذى وراء تسذى شيل وحط المشكلة سنك معهم أنت اي لا لا عارب مشاكل الأزواج عاربهم عارب طبعاً أبو فهد اشتغل ما شاء الله لا أبو فهد وش يلزك فيك كل شيء يزيكين يوالله 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 وفهد اشتغل زوج مرة المرات طيب عموماً هذا سلم كله واحد دائماً يعيب على طبخ زوجته كل شوي ما يعجبه العجب ما يعجبه انت ما تصلحين إلا هالشوربة انت ما تصلحين إلا هالرز وهي كانت تقوله مثل المثل ما نقول بقبل شوي أطبخية جارية قالت كلف يا سيدي واحد هذه قالوها في أهل الحجاز راح زار ناس ولقى عندهم الكبة والسنبوسة والمحمر والمشمر والمشوي والمحشي ما بلاش الكلام هذا ترى يوجع ناس صلع النبي أيوه فهو يوم رجع قال للجارية اللي عندهم أنا شفت جيراننا عندهم كذا وكذا وكذا قالت له هاي بالمثل أطبخية جارية كلف يا سيدي يعني ادفع نعم جب مقاضي وبشر وبشر أم أنك بس تقول اعطونا عطونا عطونا ما ينفع المهم نرجع لقصتنا أهات قصتنا سلم كالله تقول هذا الرجل دائما يقول لزوجته ما عنده سلة هالطبخ فصارت تسفها تتركه ما تباليبه ما تسمع له فهو قال يمكن فيه مشكلة من سمعها راح للطبيب قال أنا عجز تكلم زوجتي وهي ما ما ترد ما ترد يمكن المشكلة من عندي يمكن أنا عندي مشكلة في اذني في سداد يمكن أنا نعم يمكن يبقى لغسيل غسيل نعم لأن في بعضهم يسمون غسيل لذنين غسيل صح نعم نعم أنت غزقات صالت اذنيك لا والله لي الحين لا بس أنا قد حضرت مع واحد الله يذكره خير وغسلوا يذنيه نعم نعم يضعوا بأنبوب ويقص شوف سبحان الله يطلع بلاوي أسلم الدكتور ذهين قال له أنت قل لها وش طبختي مثلا على بعد خمسة متار إذا ما سمعت تقدم إذا ما سمعت تقدم إذا ما سمعت تقدم نعم قال طيب ابشر دخل عليها وقال لها وش طبختي اليوم سفهته تقدم متر وش طبختي اليوم ما ردت ما عبرته أيوه تقدم مترين قالها وش طبختي قالت أنت صقه أنت ما تسمع أنا قيلتلك من أمس وقبل قبل أمس وقبل قبل قبل أمس ما عندنا الهلي المقاضي الي أنت جايبته طبخن طبختي يارف نعم كله قالت هذا أكلك وهذه مقاضيك وهذا اللي مسوي شبت عليها ذي ما خلتها فهو كان يتكلم صاحب القصة أن يجمعت الخير قبل ما تقول للناس اسمعوني شف أنت وش كنت هم سوي لهم نعم يعني أنت لو جايب لو جايب خضرة زينة لو جايب نطال عمك الحم تنزينة بتلقى أكل زين صح أم أنك والله جايب اللي كلها من هالشي سمونا البرد ما أحد ما أخذه أكيد ولذلك كثير أن ننعذر بناتنا وخواتنا أحيانا نقول أطبخوا زينه يقولوا ما في مقادير ما يلمون نعم وأحيانا بعض الناس ذهين يعني لو قل عليه مثلا صنف صنفين يقدر يبدلها اي نعم يعني فيما إن شاء الله بعض ربات البيوت وبعض الأخوات عندها حسن تصرف وذهانة وذهانة تقدر وتعرف شلون تطلع لك من الله شي شي ايوه لا لا ما شاء الله في بعض ربات المنازل وفيه ناس لا إلا يصير دقيق وحرفي إلا لازم أسويها بهذا الشي هم طبعا أخبر منا وأدرى منا نعم بس ما أن الورقة المكتوبة يقول جيب الأغراض هذه تجيبها وانت تنتظر الأكلة صح تمام صح الله يعطيك العافية قصة الحلوة وفيها فائدة وحكمة وانت بالإعجاب